رفع سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته بزيارة موقع مسابقة البحرين للصقور والصيد متابعته لمختلف المنافسات عن قرب ولقائه مع المشاركين في المسابقة الأمر الذي يعكس اهتماما وحرص جلالته على دعم الملاك ورعاية الرياضات التراثية في المملكة وقال سموه أن توجهات سيد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بأحياء المورثات الشعبية كان لها بالغ الأثر في الحفاظ على الرياضات التراثية وتطويرها في المملكة حرصا من جلالته على أحياء تقاليد الآباء والأجداد لترسيخها في وجدان الأجيال مؤكدا أن تشريف جلالته كان له تأثيرا كبيرا على نفوس المشاركين لكونه الراعي والداعم الأول للرياضات التراثية في المملكة وأضاف سموه أن دعم جلالة الملك المفدى للمسابقة انعكس إيجابا على المشاركات الخارجية للمتسابقين البحرينيين في أبرز التجمعات التراثية التي تقام في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية إذ بفضل رعاية جلالته استطاع الملاك تحقيق العديد من الإنجازات مشيدا بدور سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تحقيق رؤى جلالة الملك المفدى وجهوده في المسابقة هذا وقد اختتمت منافسات الأسبوع الثالث لمسابقة البحرين الصقور والصيد التي تقام تحت رعاية سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم منافسات كأس سموه الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة للمتسابقين المحليين وذلك بمنطقة الاصبخة المحاذية لقرية البحرين الدولية للقدرة وفي ختام المنافسات قام سموه الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بتتويج الفائزين في منافسات المسابقة هذا وستنطلق غدا لأحد منافسات مسابقات القناص الصغير بمشاركة ستين ناشئا وتستمر المنافسات حتى يوم الأربعاء القادم ترجمة نانسي قنقر